فإذا نعود الآن نريد الآن أن نقوم بإنشاء صفحة للآد هنا فبكل بساطة الصفحة سأقوم بإنشائها هنا بالبايجز هنا أريد أن أنشئ بآد.js وإذا هذه هي آد.js هنا سأقوم بنسخ محتوى صفحة الهومبيج إذا هنا هي الهومبيج ها هي المحتوى الأول من هومبيج سأضعه بآد سأحذف هذا وأيضا هذا وأيضا هذا وبالنسبة للتايتل سيكون عبارة عن آد نيو ريسيبي وبالجينر الكنترول لا أريد أن أظهر شو آد لأن هذه صفحة شو آد سأحذف أيضا ما بداخل كنتيرر وآآ فقط فإذا الآن يفترض إذا ذهبت إلى الصفحة هنا لشو آد وقمت بالتحديث سيظهر لآد نيو ريسيبي ولدينا هنا أريد أن أطيف فورم فالفورم سيكون على جهة كما اتفقنا الفورم يجب أن يكون على جهة الكلاينت فنحن الآن بجهة الكلاينت ولسنا على جهة السيربر من نيكس جي اس فإذا نحن الآن هنا فأيضا أريد أن أقوم بتسمية هذه هي لا مشكلة بالتسمية لكن أريد أن أكتب آد بيش هنا التي فعلا أنا أريد الشخص أن يدخلها فإذا سأقوم بكتابة هنا فأريد أن يدخل صحيح أريد أن يدخل ماذا يريد أن أدخل سأجعلها بشكل افتراضي مثلا تكون يمكنه أن يغيرها آآ أيضا أريد أن يدخل ستكون ستكون أريد أن يدخل أيضا سيدخل الذي سيكون عشر دقائق مثلا أيضا لدينا هنا وايضا total time. اه وبخصوص سنجعلها مثلا اثنين. وهنا مثلا وقت التحضير ستكون مثلا عشرين دقيقة. والتوتل مثلا ثلاثين. وهذه اسمها total time. اه وايضا سنضيف نوت. فاذا انا اريد من الشخص ان يدخل هذه القيم. اه فعليا. فكيف يمكن ان يدخلها? بكل بساطة احتاج لي اه فورم. فيمكن ان اكتب هنا بيج فورم. وفي الداخل هنا اقوم بانشاء الفورم. يمكن ذلك. اه لكن فعليا انا ساقوم بانشاء كمبوننت خاصة بالفورم. فاذا هنا ساقوم بكتابة ريسيبي فورم. وساكون من اه موجودة بالكمبوننت. وسانشأ هذه الكمبوننت الان. الذي هو كمبوننت ريسيبي فورم. دوت جي اس. فكالعادة سنكتب اكسبورت. ديفولت. فونشن. ريسيبي فورم. هو الذي سيعيد لنا هنا هذا الفورم. فتنا ساكتب هنا ديف. اتش تري فورم. من هذا الفورم ايضا اريد ان اجلب البروبس. والبروبس هي التي ستكون الانيشيال فبكل بساطة الان بصفحة الاد ساقوم بجلب هذا الفورم. واضعه هنا. فاذا ريسيبي فورم. واعطي الانيشيال فاليوز التي يقوم بادخالها الان قبل قليل. جيد. وفقط. فاذا الان انتهينا. الان كل عملنا الان سيكون على اه صفحة الفورم. ريسيبي فورم. الشيء الذي ساقوم به فعليا كل نقطة من الانيشيال فاليوز اريد ان انشأ لها فيل بهذا الفورم. فإنسان لنبدأ ذلك. هذا هو الفورم. سيبدأ فعليا بفورم. بفورم. سنضيف له كلاس نيم. الذي هو سيكون عبارة عن فورم. ساغلق الفورم هنا. وبداخل الفورم سأضيف شيء اه فورم جروب. كلاس اسمه فورم جروب. لكل عنصر اه موجود بهذا الفورم. فإذا بداية نريد التايتل. فإذا التايتل سأضيف ليبل هنا. اه والليبل فور تايتل. وهنا سأكتب تايتل. وايضا سيكون لدينا هنا انبوت لهذا التايتل. الخاص بهذا الانبوت سيكون تايتل. والآي دي هنا سيكون لدعا للآي دي سنضيف نيم. النام ايضا سيكون هو عبارة عن تايتل. وآآ فقط. فإذا هذا هو الانبوت. هنا يمكن ان نضيف هنا اه باريغراف هنا. يكون عبارة عن هيلبر اه تايتل. ونكتب اد ريسيبي تايتل. جيد. فإذا الان لاحظوا الشيء الذي سيظهر هنا لدينا تايتل. واد ريسيبي تايتل. وهذا هو التايتل هنا يمكن ان ندخل هذا التايتل. تعالي اقوم بتكبير قليلا هكذا. حتى تكون امور اوضح. فاذا الشيء الذي سيكون لدينا هنا للتعامل مع هذا الفورم. نحن سنضيف اكثر من حقل في هذا الفورم. لكن فعليا غير مهم ان تضيف حقل واحد عشرة مليون. لا غير مهم. المهم هو طريقة تعاملك مع هذه الفيل التي ستكون طريقة واحدة. فكيف ذلك? نفس طريقة تعاملك مع فورم ري اكت. اذا كنت تعرف ري اكت. اذا كنت لا تعرف هذا الموضوع. فالان ستتعلم. وساشرح لكم بالتفصيل كيف يمكن التعاون مع هذا الفورم. فالخطوات التي نحتاجها فعليا. اول خطوة نحتاج ان نحصل على كل حقل من حقول هذا الفورم. مبدئيا لنفكر نريد الحصول على فقط. وكلما يكتب الشخص هنا نريد ان نحصل على قيمة محدثة لهذا التايتل. سنأخذ هذه القيمة التايتل هنا سنأخذها ونحفظها بشكل مؤقت بجاية الكلاينت. وثم سنرسل طلب هنا لاضافة اه لاضافة الشيء الذي ادخلنا. كيف ذلك? فاذا خطوة واحدة نحو الامام. خطوة خطوة. فاذا بالنسبة للانبوت هنا سنقوم بادخال الفاليو. فاذا ما هذه الفاليو? بداية سيكون له من الانيشيال التي اه وضعناها هنا. فيمكن ان تكتب هكذا. ان اه كما تعرف اه عندما تدخل انت بالحقل ستختلف هذه الفاليو. فكيف يمكن ان اقوم بفعليا بملاحقة التغييرات عليها? فساستخدم اه فعندما يتم اه تغيير هذا الحقل فانا فعليا اريد ان اطبق شيء بهذه الفاليو. فهذه الفاليو ساسميها مثلا وهنا ساقوم ببهاندل هنا وساكتب هاندل بهذا الشكل. فعند التغيير فعليا عندما حدوث هذا التغيير. اريد ان اعرف اين حدث هذا التغيير. فيمكن ان احصل على النام والفاليو من المكان الذي حصل عليه التغيير. المكان الذي حصل عليه التغيير هو هذا الانبوت. لكن كيف اعرف بالكود هذا اسمه اه تارجت. فانما تحدث حدث التغيير بابي اوبجكت لايبن سيكون لدينا تارجت. هذا التارجت هو هذا الانبوت. الذي لديه نيم ولديه فاليو. نيم وفاليو هي هذا التي ادخلتها. النام هو التايتل والفاليو هي هذا. فانا فعليا اريد الحصول على النام والفاليو من الابنت والتارجت. وثم اريد القيام بعملية حفظ هذه الفاليو. من خلال ري اكت ستيت. فبتالي ساقوم بجلب ري اكت ستيت فضلا امبورت. يوز ستيت فرم ري اكت. واذا هنا منيج ستيت. فكل هذا اله كل هذا الفورم سانشأ له اه ستيت خاصة لكل العناصر لكل العناصر معا. سسميها فورم ديتا. يعني كل المعلومات التي تم صمت لها او تم ادخال المعلومات لها في هذا الفورم ستكون موجودة بابجكت اسمه فورم ديتا القيمة الابتدائية لكل عناصر الفورم ديتا ستكون الانيشيال فالنعان عندما يتم فعليا تغيير التايتل فانا اريد تغيير الانيشيال فالنعام تغيير الانيشيال فالنعام وتغيير الفورم ديتا. فاذا ساكتب هنا set form data. والذي سيكون نفس قيم form data السابقة زائد القيمة الجديدة التي هي name و value. ماذا يعني ذلك? يعني مثلا اه هنا دعوني سأقوم بالتغيير مثلا form group. هنا سنضيف form group اخر. سنسميه لل description. وهذا ستكون ايضا description. طبعا هذا description small letter. وهنا add recipe description. فعندما يتم تغيير title او description. مثلا غيرت description. سيقوم باخذ name description هنا. وسيضيف value الموجودة اه هنا. طبعا هذه value يجب ان يتم تغييرها ل form data dot description. وهذا ايضا يجب ان يتم تغييرها الفورم data dot citer. فحاليا انا قمت بملاحقة التغييرات لكن بقي الشيء ان عندما اقوم انا بصمت لهذا الفورم باضافة بنقر على زر اه صمت لهذا الفورم. فما هو الشيء الذي اريد تطبيقه اه هنا. فبكل بساطة بالفورم هنا سنكتب او عفوا عندما يتم تقديم هذا الفورم سنطبق اسمه عندها هنا. وهذا الفونكشن سنكتبه هنا بهذا الشكل سنكتب فاذا فعندما يتم بداية فانا اريد ان اقوم ببريفنت البيفنت اه منع ال 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 واريد ايضا ان اقوم بكونسل دوتلوغ للفورم ديتا الان التي تم الحصول عليها. واكيد ساضيف زر سمت هنا في النهاية. فاذا لدينا هنا فورم جروب ساضيفه مجددا. وبداخل فورم جروب ساضيف بطن هنا. سيكون لدينا هذا سمت وهنا سنكتب اد ناو. فاذا الشيء الذي سيحدث فعليا هو الان عندما اقوم بكتاب التايتل. بعونا نكتب شيء تايتل. وهنا ديسكريبشن. وقم بالنقر لاحظوا سابتح الكونسل الان. وقم بالنقر على اد ناو. فاذا الان لاحظوا الشيء الذي سيحدث. الفورم ديتا كلها موجودة هنا. فاذا هذا هي التايتل. هذا هو الديسكريبشن. وباقي القيم التي لم ادخل لم اقوم بادخالها بعد. لكن هذا جاءت مع من الانيشيال آآ باليوز. لانني الان هنا آآ وضعت انيشيال باليوز. والانيشيال باليوز جاءت من الاد التي هي هذا. جيد. فالشيء مرة اخرى. الشيء الذي سيحدث انا نحن سنقوم بمتابعة كل فيلد من خلال ومن خلال آآ عندما يتم تغيير شيء ما فسيتم فونا بتغيير حالة الفورم ديتا. فسيأخذ كل الحالات السابقة كل الفيلد السابقة زائد الفيلد الذي تم تغييره بحادثة وعندما نقوم بالنقر على زر سمت سيقوم بكونسل دوت لوج للفورم ديتا التي تم تقديمه. اذا الان هذا الشيء جيد جدا لكن الان نريد ان نضيف الحقول الاخرى الموجودة في فورم. فالحقول الاخرى لدينا بخصوص عفوا بخصوص فهو عبارة عن فبالتالي هذا ليست ستكون تكست اريا وسأغلق التكست اريا من هنا في هذا الشكل. فضلا لاحظه اصبحت الان تكست اريا بخصوص ديسكريبشن. الانتالي ستكون تكست اريا فبالتالي انا سأقوم بالنسخ هذا الديسكريبشن في هذا الشكل واقوم بلسقه هنا وهنا سأسمي خطوات الوصفة وهنا ستبس. والنين ضروري يكون صحيح فضلا للستبس. وهنا الفورم ديتا هنا ستبس ايضا. واد ريسيبي ستبس هير. ايضا بالنسبة للامور الاخرى فالنفس الشيء سأكرر. فضلا هنا عدينا وهنا عدينا وهنا عدينا وهنا عدينا النوت وهنا سنكتب نوت وهنا نوت وايضا النيم نوت والانجريدينس هذه نوت وايضا اد نوت هنا. فاذا الآن نرى التغييرات. فضلا لاحظه تما اضافة ستبس ونوت. فلو كتبت هنا مثلا ستبس وكتبت هنا وكتبت هنا نوت. هل سيتم لها فاذا اللي نرى فاذا كونسل دوت لوج فاذا التايتل ديسكريبشن. الصحيح اخذها والانجريدينس اخذها والنوت اخذها. فاذا ممتاز. فاذا نبقي نضيف الامور الاخرى. اه فالامور الاخرى هي التي اه افمن دعوني اجلب الكود ها هو. فالامور الاخرى اه هي عبارة عن لكن بتايب نمبر. اذا اللي نجلب التايتل هنا. وفي النهاية سنجلب هنا الوقت الطهيب. وسيكون التايب له نمبر. والنيم هنا. والديتا. وهنا سنكتب اد كوك تايم هي. وايضا مرة اخرى سنكذر. لكن هنا سنكتب تايم وهنا ايضا نغيرها. وهنا نغيرها. وهنا ايضا نغيرها. ومرة اخرى ايضا نحتاج واحدة او اكثر من واحدة. نحتاج واحدة للتوتل تايم وهذه توتل. وايضا توتل وتوتل هكذا. وايضا هنا نحتاج واحدة اخرى للسيربينجس. وسنضيف هكذا. فيكون هذه اسمها سيربينجس. وايضا هنا سنغيرها. جيد. فاذا الان لنرى كيف يبدو ذلك هنا. فلو قمت انا بتغيير اللي هنا وقت الطهي مثلا اثنى عشر. قمت بتغيير الارقام. واد نيو. هل سيأخذها? نتأكد. فاذا لنرى. فاذا صحيح. اخذ هذا. واخذ هذا. واخذ هذا. ممتاز. فاذا الشيء الذي تبقى هو الميل. الميل هي ستكون عبارة عن عبارة عن سيلكت. سيلكت. وليس عبارة عن اه انبوت بهذا الشكل. فاذا لنقوم باضافتها. فبداية سنضيف ايضا فورمي جروب هنا. بهذا الشكل. وسنضيف الميل. فاذا هنا اتش تيميل فور ميل. وهنا ميل. جيد. ولن نضيف انبوت بهذا الشكل. سنضيف سيلكت. عفوا هكذا بخط صغير. وسنضلق السيلكت بهذا الشكل. فاذا السيلكت ليس لها تايب لها نيم. والنيم سيكون عبارة عن ميل. والفاليو سيكون فورم ديتا ميل نفسها. لكن سيكون لدينا اوبشن هنا. فاذا الاوبشن الاول سيكون لديه التي هي عبارة عن وايضا اه سيكون لدينا هنا وايضا سيكون لدينا هنا جيد. وايضا هنا ايضا اد ميل هنا. طبعا هذا كله سنقوم بتعديله لاحقا. بالنسبة للكلام بالنسبة للستايل. هذا غير مهم. نحن الان نعمل على الاساسية. بالنسبة للميل سأغيرها لنرى اد ناو. فاذا هل تغيرت? اه اين هي? نعم تغيرت. فاذا هذا يعني انني قمت بانشاء هذا الفورم بشكل صحيح. شكله ليس جميل. او شكله اه شكل افتراضي. هذا هو الشكل افتراضي لاي فورم اذا لم تضع سي اس اس. لكن ليس مهم. ليس مهم كيف هو شكله. المهم انه يعمل. المهم انه لان يمكنني اخذ البيانات. لكن لهذه اللحظة لا يمكن ان ارسلها للسيرفر. لسترابي. انا اريد ان ارسل هذه الديتا لسترابي. واريد استرابي ان تنظر اليها وتقوم باضافتها اه هنا. فكيف ذلك? هذا الشيء الذي سنتعامل معه الان. فبداية سنضيف النقطة التي يمكن من خلالها ان نضيف الريسيبيز. وهذه النقطة هي. دعوني ان يجب ان اغلق. هناك كثير من ملفات مفتوحة. بلا فائدة. فدعونا ان اغلقها. جيد. فاذا الان انا اريد ان اذهب لال اي بي اي. ولي اي بي اي. واريد اضافة نقطة جديدة هنا. اسمها اد وان. طبعا هذه النقطة هي مثل. ولكن اسمها اد وان. نفسها. اذن بهذا الشكل. طبعا انت تقول هي نفسها اه عفوا اد وان. تقول هي نفسها. لماذا تكررينها? هل هذا من التكرار? لا. هذا ليس من التكرار. هذا من التنظيم. لان اه لا يمكنني ان اقوم بجلب اه نقطة اه هي نفسها نقطة لكن اختلاف الميثود. اه ستستخدم واد وان ستستخدم ميثود. اه لكن لا يمكن ان اقوم بجلب و اقوم بقصد ان انا اريد اد وان. هذا اسمه اه شيء غير منظم حقيقة. فاذا هنا بالريسيبي فاذا انا استطعت ان اقوم ببناء الفورم لكن عندما يتم صمت لي هذا الفورم انا اريد ارسال الفورم ديتا للباك انت. فكيف ذلك? بكل بساطة اه ساقوم باستخدام نفس الطريقة السابقة باجاد ريسفونس هنا. التي ساستخدم فيها فتش. والفتش ستكون لاد وان. واد وان ساجلبها اه من هنا. فاذا امبورت اد وان روم مسار واحد الاعلى اي بي اي وريسيبي. فاذا جلبت نقطة اضافة الريسيبي. اه فاذا ها هي. اه لكن كما قلت ان فتش تعيد لي ساستخدم وحتى استخدم وحتى استخدم وحتى يجب ان يكون هذا فجيد. فاذا ايضا الميثود التي اريد استخدامها بفتش ليست هي فقط اه يوارل. الان يجب ان ارسل ديتا. فاذا الان انا اقوم بالذهب لهذا الرابط. لكن الميثود ليس get. get هي الميثود الافتراضية. الميثود الحقيقية او الميثود الصحيحة هي post. فبتالي ساضيف معلومات اخرى لفتش اه كول. واكتب ان هي اريد ميثود بوست. واريد ان ارسل اريد ان ارسل هيدرز اه والهيدرز اريد ان ارسل content type. اريد ان ارسل جيسون. وانما درسنا سترابي تحدث قليلا عن جيسون. فاريد ان ارسل جيسون بهذا الشكل. وهذه هي. وايضا اريد ان ارسل الديتا التي لدي. فاذا اريد ان ارسل اه بضي الديتا الذي سيكون هو عبارة عن بصيغة جيسون. ساقوم بتحويلها لجيسون باستخدام جيسون stringify. والشيء الذي اريد stringify له انا اريد ارسال object. فيها key اسمه data. وفيها form data. بهذا الشكل. طبعا اذا سألت ماذا انا ارسل بهذه الطريقة. اه لانه اذا تبعت سترابي تعرف ان سترابي بطريقة ارسال post data. يجب ان ارسلها بkey. ارسل object. الكيف لها data. وثم المعلومات التي اريد ارسالها. فذا هذا فقط. فذا انا ارسلت هكذا الرسمونس او قمت بتش. لكن فعليا انا اريد تأكد اذا كانت هذه الرسمونس اه اوكي. فاذا كانت ليست اوكي. فانا اريد فعليا ان ارسل خطأ. through new error. ساكتب هنا something went wrong. اه ولكن اذا كل شيء اه تمام فانا اريد ان اوضح ان كل شيء تمام. فكيف ذلك? يمكن ان اضع هنا اضع هنا message. ان اذا كل شيء تمام كل شيء تمام. اذا خطأ سيظهر لي خطأ. فكيف ذلك? بكل بساطة يمكن ان انشأ اه هنا state جديدة. اسميها message. وهنا اه set message. والvalue الانيشيال لها اه تكون empty string. بهذا الشكل. واذا كان ال response not اوكي. فساكتب انا set message. ساضعها مثلا something نفس الشيء. something went wrong. واذا كل شيء تمام فانا اريد ان ارسل message. هنا ساكتب recipe got added successfully. جيد. طيب. اين اضع هذه المسج? يمكن ان اضعها هنا باول الفورم. فاقوم باضافة هنا message. واكتب هنا message. جيد. فاذا الان حصل هناك خطأ? لا? نعم. فاذا لنرى. فاذا هنا انا فقط سأرسل اي شيء هكذا. واكتب add now. فسيقول هنا ان هنا لك خطأ through new error. something went wrong. حدث خطأ. جيد. انا وضعت هذا الخطأ. يعني انا انا تقصت اضافت هذا الخطأ. فظهر بهذا الشكل. فيمكن ان اعدل حتى لا يظهر بهذا الشكل. ان اضعه ب try and catch error statement. فاذا هنا يمكن انا اكتب try. واضع كل شيء هنا كتبته بداخل try. وهنا catch. واجلب error. وعندما يكون لدي error فانا اريد ان console.log هذا error. او يمكن ان اكتب error. واضع هذا error. جيد. فاذا الان لن يظهر هذا error بهذا الشكل. ساكتب add. لن يظهر error لكن سيظهر لي بالconsole. وسيقول لي error something went wrong. وهذا هو الموضوع. فالان ساقوم انا بالتحديث مجددا. وساقوم بadd new. ولم اكتب اي شيء. لكن هناك error موجود هنا دي. واذا قم بوضع البوست اه قم بعرض هذا. سيكتب something went wrong. لانني انا كتبت something went wrong. اعتقد هكذا. اخر واحدة. دعونا اخر واحدة. فلاحظوا ما الشيء الذي سيقوله هنا forbidden. لكن للتأكد انا ساقوم بالتحديث مجددا لتنظيف الconsole واريكم. فاذا هنا add new. فاذا ها هو. اه لاحظوا هذا هو الخطأ forbidden. واذا ذهبت الى response سيعطينا response مفصل عن الموضوع. والمفصل ان forbidden. ولماذا هذا الموضوع? لماذا اه حصل هذا الخطأ? لان بكل بساطة نحن بموضوع strappy لم نسمح للناس كلها ان تقوم باضافة recipe الا في حالة كانت authorize. فبالتالي اذا ذهبت الى strappy مجددا وذهبت الى settings وذهبت الى ساجد ان لا يمكنه بوقت اخر بالمقابل او يمكنه ان يقوم بكل شيء. طيب كيف قمنا بتحديد فكرة قمنا باستخدام حتى نقوم من خلال الهيدر قمنا بابي اي توكن. الاي بي اي توكن الذي انا قم بانشاه بالاول مرة. وانت ايضا اذا تابعت معي قمت بانشاه بكورس strappy. ولاحظوا انا قمت بوضع له سبع ايام. وهذه السبع ايام انتهت. لاحظوا انظروا بالتاريخ بالنهاية سيقول expiration date كده. لاحظوا ان سيكون هذا التوكن الآن يعني غير متوافر أو منتهي الصلاحية فماذا تفعل أنت في هذا الحال تقوم بجينيريت نيو توكن ثم تكتب هنا مثلا ريسيبي تو مثلا ويمكنك أن تقول كاستوم هنا وهنا مثلا سيليكت انليمتد حتى دائما تستخدمه بالتدريب وهنا تضيف كل شيء أي شخص معه التوكن يمكنه أن يقوم بأي شيء وسيف هذا هو التوكن سأقوم بنسخه وثم أعود لموقعي الجميل هنا وسنذهب إلى الـ API صفحة الـ API هنا وسنكتب سنقوم بإنشاء Access Token عفوا يساوي وسأضع الشيء الذي نسخته قبل قليل سأجعل هذا الـ Token تابت هنا قبل التصديق جيد وسأعود إلى هنا إلى الـ Recipe Form وأقوم بجلبه هنا سأجلب الـ Access Token جيد وما الـ Data هنا سأرسل شيء الشيء الذي سأرسله مع الـ Header سأرسل Authorization والـ Authorization سأفتح BackTech هكذا وستكون هي عبارة عن Peral والـ Token الذي قمت بجلبه الآن قبل قليل فإذاً ها هو فأنا الآن سأقول ليس ترابي أنا لدي الصلاحيان أدخل وهذا هو الـ Token فإذاً الآن لو ذهبت إلى موقعي هنا وقمت بإضافة Title لاحظوا هذه الـ Data Something Went Wrong إذا أردت أن أقوم بمسحها عند القيام بكل صمت فعلي أن أعدل هنا فقبل أن أعد قبل أن أقوم بمعالجة الـ Handle صمت يمكن أن أكتب هنا Set Message يعني مسح المسيجات السابقة أضعها Empty String فإذاً الآن ننتعديل هكذا التحديد فإذاً الآن هذا هو Title سأكتب Title والآن سنكتب Add New لم يظهر أي خطأ هنا لكن بالمقابل في الأعلى لاحظوا ظهر لي Recipe Got Added Successfully فبمعنى آخر لو أنا ذهبت لإسترابي هنا وكنت Manager وRecipe سأصغر قليلا وبالنسبة لل ID هكذا سأضع ال ID لاحظوا هذه هي هذه التي أضفتها هنا بدا هذه هي بدا ممتاز نضيف واحدة أخرى ثم نتوقف للاستراحة فإذاً فإذاً هنا سأضيف شيء هنا سأضيف وصفات جديدة أما وصف جديد هذه هي الخطوات هذه هي المكونات وملاحظات وهنا سأضيف أي رقم وهنا أي رقم وهنا أي رقم والسيربنج أي رقم والبريكبست هنا دينار وآد نوف فإذاً آدت سكسسفولي طيب الآن لو ذهبت إلى All Recipes يفترض أن أراها طبعا أين سأراها في النهاية ها هي وصفة جديدة وصف جديد لو ذهبت إلى هنا يفترض أيضا أن أراها وأرى باقي الأشياء التي معها التي لم أدخلها أنا فعليا لكن يعني لم أعرضها في في الصفحة لكن لو حدثت هنا وذهبت إلى وصفة جديدة هذا إذاً لاحظوا كل شيء أنا أدخلته موجود هنا فإذاً أنا أدخلته من ال Back End ووصل إلى هنا فإذاً هذا شيء آه جيد جدا فإذاً نحن تعلمنا الكثير الكثير لاحظوا آه شيء الذي أنا أريد تركيز عليه أنه آه أنا لم آه يعني مرة ثانية أنا أتحدث حول هذا الموضوع لم يتم إضافة ستايل للموضوع الموقع هكذا إذا عرضته لأي شخص سيقول هذا موقع مبتقدع أو بداي لماذا؟ لأن شكله غير منظم أو ليس فيه لكن فعليا هذا الموقع يقوم بأمر جداً كبير ووظيفة جداً كبيرة هو موصول مع قاعدة بيانات موصول مع وهو يقوم بالتعامل معها وجلب البيانات منها وعرضها فكرة العرض يمكن أن نتوقف عنده أسبوع مثلاً ونزين هذا الشيء نزينه ونجمله لكن بالنهاية هو يعمل مع زينة أو بدون زينة هو يعمل وهذا هو الشيء المهم سنكمل مع إضافة صفحات لإدت ريسيبي وصفحات أيضاً لديليت ريسيبي